موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبنا وامتابعين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا كلنا بنحبها وكلنا بنشتريها من بره وهي سلطة الكولوسلو هنعملها بطريقة سهلة جدا وهنعملها على اصولها زي ما بنشتريها من بره يلا نشوف الطريقة مع بعض اول حاجة معنا في سلطة الكولوسلو عندنا الكوروم بنقطع الكورومبة اجزاء مش بنقطعها كلها خدت منها اول جزء بسم الله الرحمن الرحيم في ناس طبعا بتعملها في الكبه انا مش بحبز كده لانها بتفرمها لي قوي ومش هتبقى زي بتاعة بره اللي احنا بنجيبها قطعنا جزء سهل على نفسنا ناخده كده بالعكس مربعات بره اللي احنا بره اللي احنا ناخده بره اللي احنا تمام؟ تبقى بالشكل ده معانا مربعات مربعات سأكمل الكمية كلها وارجع لكتاب بعد تقطيع الكورومبا نبشر الجزر نجد الكورومبا نضرب الكباب لكن لا نظهر هذه النتيجة ونأكلها في المحلات الكبيرة ثم نضرب الجزر نضرب الجزر والاكورومبا موقفت هذه النتيجة دلوقتي أقفنا الكورومبا البشر السميل خطوة خطوة دلوقتي سكر. تمام? هنرش السكر ده عليه. كمية السكر دي تتحكموا فيها ازاي? طبعا هندوق. يعني دي حاجة الناس تحبها مسكرة شوية او مش مسكرة قوي. بس هي يعني زي الملح زي زبطة الملح. بس هي المفروض بتاميل للسكر. في ناس بتحط عسل. انا مش بحب كده اصلا. الاصلية اللي احنا بنكلها في المحلات الكبيرة الحلوة بتتعامل زي ما انا بقول لكم كده بالزبط. ما لنهاش اي اضافات تانية. دي الرسبي لصاحب بتاعتها. تمام? وهتجربوه. هتقولوه. انا حطيت معلقتين كبار سكر. بعد ما قلبت السكر كويس قوي مع السلطة بتاعتنا. هنسيبها. هنغطيها. ونسيبها لمدة ساعة كاملة. مش اقل من كده. ممكن يبقى اكتر من كده. لكن مش اقل من ساعة. هنسيبها. وهنشوف السكر هيعمل ايه في السلطة بتاعك. كده بعد ما سيبنا الكرومب والجزر بتاعنا مع السكر لمدة ساعة. بصوا لو تلاحظوا كده ما نيجي نقلق. هنلاحز ان هم نزلوا ميتهم. فالسكر خلى الحاجة كلها تاخد مع بعض. ويتنزل ميتها ويشربوا السكر بتاعي كويس. المرحولة اللي بعد كده عندنا مايونيز. اي نوع تفضلوه طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط. ونقلب. تحطوا بقى مايونيز كتير. مايونيز قليل جيتر جعلكو. بس اثبتوا القوام بتاعه. احنا اللي بنجيبه من بره. بيبقى فيه مايونيز كتير. فاحنا لو عايزين ناكل حاجة زي بره. يبقى نظبط الحاجة زي بره. وفي نفس الوقت هيبقى تمانها اقل من بره بكتير. يعني انا كل اللي انا عملته ده ما خلصش كورومبايا اللي عندي اصلا. فشوفوا بقى ما شاء الله. دول هيعملوا كام كوبايا من اللي احنا بنشتريها من بره بفلوس كتيرة. تمام? هخلص تقليب ونشوف المرحلة اللي جاي. بعد اما خلصنا تقليب المايونيز. عندنا حليب سائع من التلاجة. تمام? اللي انا مستعمله حليب مباستر. ويفضل ان انتو برضو ستستعملوا حليب مباستر مش اللبن السائب. تمام كده هنحط عليه. برضو اللي حابب السوايل كتير. اوكي. انا بقى مش هقلب في المرحلة ذي اهي. قال لك كده حاجة خفيفة. يتشرب كله مع بعضه. ادي السلطة بتاعتنا جاهزة للتقديم. نقدمها ونشوف مع بعض. ادي السلطة بتاعتنا بعد اما سقعناها كويس قوي. لازم تتاكل سقعة. نحطها في التلاجة. وادي نقدمها. وان شاء الله تعجبكم. وتقولولي رأيكم في التعليقات. واتمنى ان انتم تجربوها. وهي دي الطريقة الاصلية للكولوسلو اللي بنكلها برا. ما فيهاش غير المكونات اللي انا قلت عليها دي. ما فيهاش اي اضافات تانية. وان شاء الله اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. وما تنسوش لايك للفيديو. واللي ما اشتركش. يلا على طول يشترك. عشان لسه فيه وصفات كتير مع الشيخ بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.